الثامنة صباحاً مع موجز لأمن الأنباء مع دينا الشرف تفضل يدينا شكراً لك جومانة الثامنة صباحاً بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم صراحاً متحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبدالفتاح سيسي بعث رسالة للرئيسة التركية رجب طيب أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية وإعادة انتخابه رئيساً لتركيا لفترة رئاسية جديدة وبعد فوزه في الانتخابات الرئاسية قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيعمل على تأمين عودة طوعية لللاجئين سوريين وأضاف أردوغان أنه لا يمكن لأحد أن يتدخل بالسياسة الداخلية لبلاده في الوقت نفسه أكد أردوغان أن التضخم من أكبر التحديات التي تواجه تركيا مشيراً إلى أن حكومته ستبني اقتصاداً قوياً يستند على الاستقرار والثقة من جانبه أكد المرشح الخاسر كمال كالتشدار أغلو أن الأزمات والمشكلات الكثيرة التي يعاني منها الشعب التركي ستستمر خلال حكم أردوغان وأضاف أغلو أنه سيواصل العمل من أجل تحقيق تطلعات الشعب التركي مشيراً إلى أن الانتخابات أظهرت أن الشعب التركي يريد تغيير سلطات الحكومية وله لم يقبل التغاضي على انتهاك حقوق الأطراف أعلنت السعودية والولايات المتحدة وجود انتهاكات بين الأطراف السودانية عاقت بشكل كبير إيصال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية بعد خمسة أيام من بدء نفاذ وقف إطلاق النار قصير الأمد وأوضح بيان المشترك للسعودية والولايات المتحدة أن وقف الضربات الجوية لقوات المسلحة السودانية وانسحب قوات الدعم السريع من المناطق الحضرية وإنهاء الهجمات ضد الجهات الفاعلة الإنسانية من شأنه أن يساهل تقديم المساعدة التي يحتاج إليها سودانيون بشدة دعين الأطراف السودانية إلى الموافقة على تمديد وقف إطلاق النار أعلنت بيلاروسيا أن دول الغربية لم تترك أي خيار سوى نشر أسلحة نووية تيكتيكية روسية وقال أليكزاندر فولفوفيتش مسكرتير مجلس الأمن في بيلاروسيا إنه من الأفضل الدول الغربية عدم تجاوز الخطوط الحمراء فيما يتعلق ببعض القضايا الإستراتيجية الرئيسية وأوضح سكرتير مجلس الأمن في بيلاروسيا أن نشر أسلحة نووية تيكتيكية هو إحدى خطوات الردع الاستراتيجية توصل الرئيس الأمريكي جو بايدن والنواب الجمهوريين الاتفاق المبدئي لرفع سقف الدين الحكومية البالغ 31.4 تليون دولار وتجنب التخلف عن السداد وقال بايدن إن الاتفاق يشكل تسوية مشدنا على أن نص يخفض النفقات فيما يحمي البرامج العامة الرئيسية وأوضح بايدن أن الاتفاق يمنع ما كان يمكن أن يكون تخلفا كارثيا عن السداد ويؤدي إلى ركود اقتصادي وتدمير حسابات التقاعد وفقدان ملايين الوظائف ويصوت مجلس النواب الذي سيطر أو يسيطر عليه الجمهوريون الأربع على الاتفاق وفقا ما أوضح رئيس مجلس النواب كيفين ماكارثي ختم مجد الثامنة فاصل ونعود لحظاكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر اشتركوا في القناة